وصف سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة يوسف الاعتباء قطر بأنها قوة هدم في المنطقة ونفى الاعتباء للمجلة أتلنتك الأمريكية ما تدعي قطر بشأن حصارها لافتا إلى أن الشعب القطري لا يعاني من المجاعة كما أن الموانئ والمطارات مفتوحة مشددا على أن الإجراءات بحق الدوحة اتخذت أو اتخذت لحماية أمن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب وقال الاعتباء أن قطر هي الدولة الدولة الثانية على مستوى العالم في صدافة أكبر عدد من الإرهابيين وأن بعضهم مدرج على لئحتي الأمم المتحدة وواشنطن للإرهاب وأشار الاعتباء إلى أن أمير قطر ربما يرغب في التفاوض لكن الأمير الأب غالبا لا يحب ذلك وهو من بيده مقاليد الأمور إلى الآن على حد قوله